السلام عليكم هذه الدورة جد رائعة وقوية وتتميز بالبساطة بدون تعقيد وترسم لك خارطة الطريق كما يقول أستاذ ويسام وأنا دخلت عدة صفقات أكثر وها ناجحة والخاسرة كانت من عدم تطبيقي لبعض الشروط التي في الدورة بمعنى أصح أن الدورة متكاملة والخطأ كان مني وتعلمت منه الحمد لله وأدعو الناس للاشتراك في هذه الدورة التي لا تقدر بثمن وغنية عن التعريف الأستاذ ويسام يقدم لكم كنز بثمن زاهد لا تترددوا في الاشتراك والله نصيحة قبل فوات الأوان هذه الدورة فيها معلومات لن تجدها في مكان آخر وأنا بحثت كثيرا ولم أجد مثلها مثل هذه النصائح والمعلومات والشكر لأستاذ ويسام ومشاء الله أستاذ ويسام عنده أسلوب تعليم رائع جدا وطريقته في التعليم يفهمها الجميع وكل الشكر لأستاذ ويسام والسلام عليكم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درسي جديد وفي تحليل جديد في قناة العمل العرف الكذب سنقوم بتحليل بيتكوين لكن قبل البدد أدعكم إلى الشراك في قناة تليجرام المجانية هذا هو رابط وأس أضعه لكم في صندوق الوصف هذا القناة تنضع آخر عروضين الحصول على دورتين بسعر دورة واحدة دورة تحليل موجي ودورة بريس أكشن 34 فيديو متسجل 25 ساعة من المعلومات فقط بـ 197 دولار وبعد مرور الشهر من أخذك للدورة يمكنك البدد بطلع الأسئلة ونتابع معك إلى أن تحترف كذلك يمكنك الانضمام إلى قناة التحليلات اليومية بعد مرور الشهر الأول من أخذك للدورة فقط لنضمنعنا كرأيت كل الفيديوهات وطبقتها وحللتها وطبقت الطرق الموجودة في الدورة بعد ذلك يمكنك الانضمام إلى تحليلاتنا اليومية لا تنسوا ذهب إلى الموقع بـ www.prowavetrader.com في هذا الموقع هناك بعض الكتب المجانية يمكنكم تحميلها مجانا مثل دليل الأساسي للشمال اليابانية فقط تضغط على يبدأ المجانا تضع إيميليكا الخاص وتصلك الكتب إلى إيميليكا الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تغسلك أموالك لذلك كل ما نقوم بفضل القناة ودى مغزا تعليمي تثقي في مئة بالمئة لا نعطي لنصائح مالية ولا استثمارية تضغط على زر شراء البيع أنت المسؤول مسؤولية تنتم عن قرارتك قناة العلمية في الكذب لا تتحمل وهي تمسؤولية كل ما نطلب منك وانتقارن تراقب تشاهد إذا أعجبتك الطريقة يمكنك أن نضمع إلى دورتنا وإلى عرضنا ماذا لدينا في البيتكوين اليوم لا زلنا لا زلنا أصدقائي في النطاق وهذا هو النطاق لا زلنا في النطاق كما تلاحظون لا زلنا نحصل على تلك الموجات التصحيحية لكي نحل لغز هذا التصحيح لأن هذا بالنسبة لأنا لحد الساعة فهو تصحيح هل هذه الحركة هي هذه الحركة التي سيتم تقفلها كتصحيح ويعود البيتكوين ليعطيني موجة دافعة تصحيح موجة دافعة وبعد ذلك يكون هذا هو التصحيح لصعود أخير من هنا نزول لإكمال هذا التصحيح وتكون هذه هي الموجة بي ممكن جدا بالتالي هذا السيناريو يمكن وضعه بعين الاعتبار بالتالي نحن الآن في منطقة يعني خطيرة منطقة ليس بها قرار ليس بها قرار وهذا ينعكس كذلك على الإحساس لعمل السوق ليس هناك قرار في السوق يعني الناس جالسة ليس هناك صفقات الناس محتارة تقول هل تكون سيصعد هل سينزل عندما تكون في هذه الحالة النفسية عليك الابتعاد عن السوق إلى أن تظهر لك الحالة أقول الابتعاد ولكن المراقبة لأنه في لحظة معينة سيطير السعر لذلك أنت به نظاما كما قلنا ونقول دائما هذه الموجة هي تولاتية بالتالي دائما عندما تكون لديها موجة تولاتية هناك شيئين لا تليت لهم أو 3 أشياء أفوا 3 سيناريو هذا إما سنحصل على موجة أخرى�� نزول هذا التصحي يكون مساوئي لهذا التصحي هذا السيناريو الأول عندما تكون لديها موجة تولاتية سنحصل كذلك على تصحيح كبير هذا السيئل غيرaman بالتضرعة تصبح 반كباتي الموجة واحدة وسنحصل على موجة أخيرة أو إذا كانت لديها موجة تولاتية سنحصل على موجة دافعة تصحيح وأنعكاس في الاتجاه طيب إذا سألتكم ما هو السيناريو الذي يتضح لك الآن من ضمن هذا السيناريو نقول هذا السيناريو رقم 1 هذا السيناريو رقم 2 وهذا السيناريو رقم 3 هل لدي موجة دافعة ثم تصحيح الانعكاس في التجاه لا هل هذه الحركات الموجودة الآن هل هي مساوية لهذه الحركة لا إذن هذا المثال راح ما الذي بقي لدي هذا المثال إذن الآن ربما ربما بمنها هذه الموجة الثلاثية ستصبح كلها موجة واحدة ونحن الآن في ذلك التصحيح الكبير للنزول وهذا ما كنا نقوله منذ مدة وهذه أهمية تحليل موجي بالتالي أنا الآن في منطقة تقول لي أنني في تصحيح وهذا التصحيح لازل لم يكتمل طالما لم أحصل على الموجة التصحيحية للتصحيح لتظهر للصورة فهناك عدة احتمالات قد تحدث عدة احتمالات قد تحدث تريدون أن نقول لكم ما هي هذه الاحتمالات؟ أوكي لنحصرها ما نقول ما هي هذه الاحتمالات؟ الاحتمال الأول يصعد البيتكون يعود البيتكون إلى هنا ثم يصعد وتكون يعكين هذا النماذج رعاني اوole ѝاونتراكتين اوو الشرع هيكون هو التصحيح ويصعد السعر يكسر القمة وهنا تبدأ هنا بشلاء وبوم ينزل السعر ولكن هذا هو التصحيح الموجة الاولى ثم الموجة الثانية ثم الموجة الثالية Heute هذا أكبر تصحيح لهذه الموجة ينزل السعر هذا السيناريو الاول السيناريو الثاني إذا قد تسعت البيتكون إلى هناك ما الذي سيحدث? سيكون لديهم جموعة من الموجة تجيب تقفيلها. لكن اللي نقول انه قد يحدث هذا الامر. يكون هناك تقفيل هذه الموجة. ببساطة ثم صعود. ومن هنا نزول. وهكذا سيكتمل نموذج regular flood. اذا كذلك سيناريو مهم. طيب هل هناك سيناريو اخر? نعم. نفترض انه جاء البيتكومي هنا وكسر القاع. هل سنقول ان هذا النموذج هو contract? نعم سنقول ان هذا contract لكن مع الحضر ان تقفل هذه الموجة في القمة هنا. ويصبح لدي هذا هو النموذج راني فلات لهذه الموجة للنزول. لاحظوا كم سيناريو لدي. هذه سيناريو لدي. هذه سيناريو لما اتي بها من دماغي. هذه سيناريو تحدث في السوق. تحدث في السوق دائما. دائما. ونلاحظها ونعرفها. لذلك الان انا بالنسبة لي سيناريو الصعود. سيناريو الصعود. لاحظوا معي. سيناريو الصعود. مادمت لم اكسر هذا النطاق على فريم اليومي بقوة تظهر لي المومنتوم. تظهر لي ان هناك شمعة قوية هنا تكسر. تكسر هذا النطاق. وتكون شمعات مومنتوم كبيرة تقول لي انه خلاص. البيتكون هو للصعود. لست مهتما بالصعود. لست مهتما بالصعود. طيب. لنرى على فريمات اصغر مدى لدينا على فريم الساعة مثلا. هل لدي اي شيء? لاحظوا معي. هنا على فريم اصغر. يعني اذا سعد البيتكون. اذا سعد يعني هنا لدينا هاد الحركة. ثم لدي هاد الحركة هنا تصحيح. لنزول وان تو تري. اوكي. اذا هاد الحركة واحدوا هاد الصعود تصحيحي. اذا سعد وكسر القمة. هناك احتمال كبير مع اي موجودة فيها تصحيح. ولنزول لكسر القاعة. لكسر هذا القاعة. هذا على فريم الساعة لكن هذه صفقة خطيرة جدا اصدقائي. خطيرة. خطيرة دخول خروج بسرعة. نحن لن نحل هذه الصفقة هنا في قناة. لانه يجب ونضع لك عشر فيديوهات للبيتكوين في اليوم. لا يمكن. لذلك نحن نريد ان تكون هناك يعني تحليلات على المدى الطويل. اذا هناك تريند لاين هنا محترم. اذا تم كسره. بعد كسر هذا القمة اولا. احتاجه ان يتم كسر هذا القمة. نقص في الزخام. اي موجة دافعة ثم تصحيح. من تقطة منكوز الاموال. هذا يقول لي نزول لكسر هذا القاعة اولا. الذي هو مستوى السبعة وتلاتين الف دولار ومئة وتمانين. واذا تم كسر هذا تلقى ستصبح هذه هي موجة تصحيحية لهذه الموجة الدافعة. وتنظر ما هي تطورات التي ستحدث. لكن الان الناس التي تبحثوا عن الاستثمار في البيتكوين على المدى الطويل لازلنا لم نعرف متى. لازلنا لم نحصل على المنطقة الواضحة للصعوب. لحد الساعة نحن في نطاق. هناك اختراقات كاذبة. هناك امور كثيرة تحدث هنا. بالتالي انا دائما لحد الساعة توقعني يكون هذا تصحيح لنزول اخير قبل الصعوب. اتوقع ذلك. لكن اذا تم الكسر بقوة خلاص. اقول هذا صعود. اذا لديه توقعين. اللي يحدث فيهما هو الذي سامشي معه. اذا حصلت على كسر قوي للنطاق هذا صعود. اذا لم احصل على ذلك الكسر القوي سابقى دائما اتوقع ان هذا هو تصحيح. وهناك سيناريوهات كبيرة هنا مثل هذه السيناريوهات التي شرحت لكم. اذا كما تلاحظون هذا هو تحليلي اليوم من البيتكوين. اذا اردتم احترافاتي الطريقة اكثر واكثر. ما عليكم الاستغلال عرضينا الذي هو عرض دورتين بسعر دورة واحدة دورة تحليل موجي ودورة برايس اكشن. اربعة وتلاتين فيديو خمسة وعشرين ساعة من المعلومات الاحتراف في مدرسة المنطق في تداول. هذا هو الرابط رابط تليجرام. انا الذي اجاوبكم بشرة. لا تنسوا ان تفاجروا لايكات. ادعوا تعليقاتكم في الفيديو. انتسبوا الى القناة اصدقائي. انتسبوا الى القناة. ادعوا لكم رابط الامتساب ودعم القناة. ولا تنسوا ان العملاء في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.